موسيقى عندما اصطفت هن العلالي سبيل الدراسة والنبوغ العلمي والتفوق الأكاديمية كانت تعرف حق المعرفة أن هذا السبيل لم يكن ليخلو من عقبات وتحديات شتى عنوانها الأبرز على الإطلاق التغلب على تداعيات سياق مجتمعي تطغى عليه العقلية الذكورية التي ما فتأت تحصر دور المرأة ووظائفها في المسؤوليات الأسرية والمنزلية وتميز الرجل على أصعيدة ومستويات مختلفة لقد أبنت هن أو بنت والماس ذات الجدور الأمازيغية المزددة في العام 1942 عن قدرة خارقة في اجتات كل الأشواك لتكسب معركة مجتمعية ضارية بكل فصولها وحيثيتها أربي دار واحد أعطاني واحد النوضج في العقلية لي دارت لي تسنين في مدرسة بتدائية نقصت أخويا أخويا كان قبل منين وصلت ونقصت ونقصت وقبرت يقول له وجدت مورك ونقصت ومن بعد دوست لانتخان ونسيزم دك ساعة كنا كنا ندوزوا المباراة نجحت مشيت الفاس الفاس مشيت لأم البنين وفي أم البنين داخلية مدة خمس سنين وعامين الأخيرة للبكالوريادتها هنا في ليس جنفي وهو الآن تتماء ليس للعيشة كان دكسعاء ليس جنفي كانوا فيه غيره ببنات المعمرين والفرنسوين كنا نقلال المغربيين والهدف ديلي من هاللي بدت نقاق أولا كنت نقرأ كانت عندي واحد الرغبة لأنه كل نهارتي شبال لاراني تنختار حشي حاجة جدي كوفر أنا غاد يونة كان كان نشوف الأمور اللي هي جديدة كل يوم كانت واحد حماس وكانت واحد الباسيون اكتراضينا من بعد فاش مشيت لالليسي دوست الباكالوريا من القلائل للبنات حتى الأولاد كانت واحد وستي دوست الباكالوريا ماشي باش نكون باشوليا باش مكلي ندخل الكلية الطيب تكون طبيبة لأنه الهدف ديلي من هاللي كانت عنديه 12 عام وهي طبيبة وعن الخطوات الأولى لهن في دروب الحياة السياسية والنقابية والتي تعد من أبرز محطاتها العضوية في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب فاللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية ثم مجلس رئاسة الحزب من فكت بنت والماس تشدد على الدورة الذي لعبته هجرتها إلى الديار الفرنسية في هذا الاتجاه كنا في واحد البيئة سياسية جينا في واحد الفطرة زمنية اللي كانت خصبة في الأمور السياسية تازم محمد الخميس في 63 و 53 كنت أنا في الوليسي أرجع محمد الخميس في 56 و 55 كنت وعزالة في الوليسي مشيت لفرنسا قبطنا لزن ديبندنس نحن قبطنا الجزائريين وصلنا لفرنسا تلت واحد البلاد فيها داع الفرنساوين اللي رجعون من الفريقية الشمالية كلهم كبوبين في مومبليا أنا لي ما كنت كنت سمعت ولكن ما كنت داخلة مليو سنل مومبليا لقيت راسك بوحدك كنت تأخذي الوكولون ديات وعن حضورها اللافت والمتفذد في حقول الحياة الجمعوية وتحديدا في مجال تشجيع تمدرس الفتاة القروية تؤكد هنو التي تشغل حاليا منصب عضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تجربتها الخاصة كانت منطلقا رئيسيا لندارها على هذا المستوى وكذلك كان بتأسيس بنت والماس لجمعية إلي في العام 2006 والتي بدأت تقدم خدمتها الفعلية لفائدة فتيات المنطقة في سنة 2010 وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسة محمد الخامس لتضامن وحزمة من القطاعات الحكومية على رأسها الداخلية والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية بدأنا محل 800 متر وقدرنا نفس الموضج الداخلية التي قرأت فيها لأنها قبل قراءة من سيزيام حتى الباك الداخلية وقدرت لهم نفس البرنامج كان فيانتين عسو، كان الحمام، كان فيانتين يكلوا، كان فيانتين يقرأوا وكان فيانتين يستقبلوا مواتهم وبواتهم لذلك قررت نجيب البنيات من سبع سنين صديق تحضيري، كيفما كان الامر، كيفما كان الانسان ديبلومات ديالو كيفاش ما بغت تكون رخصو يبدأ بالتحضيري التحضيري، أهم حاجة هو التحضيري إلا مشى صحيح من الابتدائي والتحضيري، للا بسعليه هذا برنامج الفتاة لكي يدخلوا عندي هو البعد والفقر إلا كان بعيد ونبس عليه، ما تنديش بنته وإلا كان فقير وفي المدينة، ما تنديش بنته هن العلالي لم تغرها المناصب العليا ولا مراكز القرار رغم انخراطها المبكر في تفاصيل الحياة السياسية الوطنية فبالنسبة إليها، ليس شرطاً أن تكون المرأة وزيرة أو مديرة عامة أو ما شابه ذلك حتى تخدم الوطن عموماً وقضايا المرأة المغربية على وجه الخصوص أنا ماشي من نوع دي تنبغين نكون هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا نتنغسي أنا تيغسني العمال ان بروفندور إلا عندي ما نعطي البلد ديالي ان بروفندور لا فورماتيون، الإدوكاتيون هاد هاد التجربة ديالالبنات أنا تنحلب باش تكون عمومية في البلد لنوقع تعطي واحد نتيجة إكتراودينات وعندك البنات ديالي الولاد ديال الأقسم ديالهم وعندهم المعدلات ديال 17 و 18 و 19 على عشرين في هاد الأقسم الموحد وملي مشوا الكلاج الإعزادي هما الولاد هاد بنسبة البلادي راني حاطي الوغيز والتاق راني حاطي الوغيز والتاق ففعلًا نتحذبه لأن الشباب ديالوقتي أنا كان كل شي بحذب أعطاه نتيجة هكذا ولا هكذا وإندي أعطاه النتيجة أعطاه نتيجة ديال المعقول وديال وفي سياق ذيصل بالوضعية الحالية للمرأة المغربية تعتبر هن أن المغرب حقق إصلاحات قياسية على هذا الصعيد وأنه يبقى التعديل الذي خضعت له مدونة الأسرة في العام 2004 في مقدمة هذه الإصلاحات بالنظر إلى كونها ثورة حقيقية وضعية ديال المرأة مدونة جديدة راهها طورة بالنسبة للمرأة ما تعرفوهش ربما الشابات ديال اليوم والعيلة ديال المؤكد يعتدار أوربما يعطوا أحد نار بالنسبة للحالة فاش كانت المرأة قبل راهها ليل ونهار راهها رجعت تفرد راسها وعندها الحقق وعندها الحقق راهها تتوتر دياله قبل لا أنت با تتوتر دياله ديال عندها الحقق باش مش يطلق كين ديال الشيقق ديال أقبل ما كانش إلا ما تطلقها شيء ما كانت تتلق وزيدون بزيدة دبايلا بغي تزوج عنده الحقق لكن يكون هناك حقق كل ولده يكون عند الخبار والتانية يكون عند الخبار وتكون موافقة إلى ما وفقتش وإلا وفقتش يمكنهم أن يكونوا يتحق مقبل كين ديال الرجل كانت تخرجوا أحدا مننا وكانت تخرجوا أحدا مننا وكانت تأتيوا كلهم مجرات أولادهم ما كانت تبقاش جنازة كانت ترجع منه وشكيل كانت تتعلم راه كانت واحدة العدد وهذا كل ما كانت في شحال 40 عام ما كانت 40 عام في تاريخ الشعب هي إذن مرأة حديدية من العيار الثقيلة سطع نجمها عاليا في سماوات الطب والسياسة والعمل الجمعوي بالنسبة لمامهنو أو كما يحل للكثيرين تسميتها فإن المحاكة الحقيقية للرفع من شأن ومكانة العنصر النسوي وخدمة قضاياه في بلادنا هو تمكينهن من أرقى وأجود الخدمات في مجالي التعليم والصحة مامهنو تعتبر أنه لا تقدم للمجتمع في ظل ارتفاع نسب الأمية في صفوف الفتيات وولوجهن المحدود للخدمات الصحية في القرى والأرياف النائية ولي تنحلم نبني حياة عندها اساس وبالنسان الحاكيم نساعد الناس ولي تنحلم هنية هنو ولازم نولي الضوار تشقد لامو وتفقيق نوامو وتعلمهم باللي البنت كالولد قادرين تبني الأوطان قادرة تحرر عقول في هالجهل والغول ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة